بساكم الله بالخير يا اهلا وسهلا حياكم الله ما طلعت اليوم بما عصي الشباب الصباح او خلنا نكون بعد الظهر لانهما طلعوا تقريبا على الساعة واحدة انا اضطريت تبقى في الفندق احنا في منطقة الارسال فيها تقريبا معدوم والواي فاي حتى الواي فاي فيها ضعيف فاول ما تطلع من الفندق خلاص ينقطع الارسال وتنقطع وسائل التواصل وانا يعني عندي بنتي امس تم نقلها المستشفى فاضطريتني ابقى في الفندق علشان اتم باتصال ما بيني وما بين الاهل واعرف الاوضاع اول باول الله يحفظكم يا اخوان وينما كنتوا وتحياتي لكم جميعا لكن الشباب جزاهم الله خير اليوم طلعوا وكانت لهم تجربة جميلة جدا في هونزا وغطوا عندهم فعاليات كانت هوايد حلوة وراحوا وغطوا هذه الفعاليات انا ما طلعت اليوم من الفندق لكن بعدها ان شاء الله فبنطلع انت عشا ان شاء الله تحياتي لكم جميعا منظر جميل جدا اطلالة جميلة جدا من هذا الفندق في مدينة هونزا طبعا في رحلات اقول بحرية نهرية او بحيرية في هذا المكان تنطلق من اهناك وحتى بالنسبة للناس اللي ساكنين في الفندق يقدر يطلع في رحلة في هذه البحيرة وقت الغروب شي خيالي صراحة اخيال احنا الجبال تحيط فينا من كل جانب من كل جانب وفي النص هذه البحيرة وهذا المنتجة شي يعني جميل صراحة مكان للإسترخاء جدا ممتع وبعدين رح اقول لكم بعض المعلومات الخاصة عن اهالي هونزا جماعة الخير اكتشفت في شغلات وايد عن اهالي هونزا الناس يعني اللي تحب تستكشف هذا الامر انا اقول لك ادخل ادخل على اليوتيوب واكتب قصة اهال هونزا رح تكتشف اشياء مجنونة عن هذا المكان وعن الاهالي على وجه التحديد احنا في منطقة هونزا ومثل ما قلت لكم امس المنطقة هذه قريبة جدا من الحدود الصينية يعني من هنا تقدر تطلع بالسيارة لمدة ساعتين وتصل الى الحدود الصينية في هذا المكان تعيش قبيلة يسمها قبيلة هونزا قد يكون اسم المنطقة اطلق على اسم هذه القبيلة هذه القبيلة تشتهر بشغلة معينة ومعروف عنها تقريبا حاليا على مستوى العالم القبيلة هذه معظم افرادها او كل افرادها كل افرادها بشرتهم بيضة وعيونهم الوانها فاتحة ما في واحد عيونه سودة لما انتجي تعيش وسط قبائل الهونزا رح تكتشف بان معظم او كل الناس في هذه القبيلة عيونهم فاتحة ويشتهرون ايضا بانها القبيلة الاطول عمرا في العالم يعيش افراد قبيلة هونزا بمتوسط اعمار امية سنة اقولك متوسط اعمار مش اكثر واحد يعمر الى امية سنة لا هذا متوسط الاعمار يعني في ناس توصل الى امية وثلاثين وامية وخمسة وثلاثين وامية واربعين سنة وفي ناس تموت قبل يعني اللي يموت عندهم في الستين في السبعين في الثمانين يعتبرون شاب توفى في مقتبل العمر من الشغلات اللي تشتهر بها قبائل هونزا ان نساؤهم تلد الى عمر السبعين احنا عندنا من توصل الاربعين قالوا خلاص فات وما عندها امل انها تولد مرة ثانية او خلاص خلت توقف لكن هني الى ان تصل الى السبعين والنساء تلد في وايد اشياء يعني عملت عليها دراسات خاصة في قبيلة الهونزا من الشغلات اللي اهم يتبعونها قالوا في نظام غذائي خاص متبع في قبيلة هونزا طبعا هذا النظام الغذائي اهم اسلوب حياتهم اجبرهم ان يتبعون على هذا النظام الغذائي نظامهم الغذائي فيه نسبة قليلة جدا من الكارب يعتمد بشكل كبير على الفواكهة الطازجة والخضار النية هذا هو نظامهم الغذائي اسلوب الحياة المكان اللي اهم يعيشون فيه اجبرهم على هذا الامر وبالتالي هذا الشيء ممكن اللي يخليهم انهم يعيشون لفترات طويلة بالاضافة الى غياب التقنية بشكل كبير حتى في الفترة الحالية غياب التقنية بشكل كبير عن هذا المكان يعني يخليهم مثلا الاستحمام يكون دائما بالمياه الباردة ما عندهم سخانات دائما مثل ما تقول الدراسات الاستحمام بالمياه الباردة هو اكثر منفعة لجسم الانسان من انك انت تستخدم او تستحم بالمياه الدافعة هنا تعز الصيف ممكن توصل درجة الحرارة الى 18-19 درجة مئوية ما اتكلم عن البرد ما اتكلم عن البرد لكن الرغم من هذا كله هم يستحمون بالمياه الباردة من الشغلات اللي ذكرت ايضا عن قبائل الهونزة ان خلال فترة الاحتلال البريطاني في طبيب بريطاني قرر ان يعيش في هذه مع هذه القبيلة وهذه يعني واحدة من القصص الشهيرة جدا والموثقة ايضا حتى في تاريخ الباكستان الطبيب هذا قرر ان يعيش مع قبائل الهونزة هو جاء الى باكستان يمكن الى مدينة اخرى لكن بعدين قرر ان يعيش مع قبيلة الهونزة عشان يدرس حالة هذه القبيلة تخيل خلال ثلاث سنوات عاش معهم لمدة ثلاث سنوات تخيل خلال السنوات الثلاثة هذه هو طبعا جاي من بريطانيا وعارف ما هي الامراض اللي موجودة حول العالم هذا الكلام ترى مو من زمان زمان يعني انا ما كلمك عن سبعين وثمانين وتسعين سنة قبل لا 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 الكلام المهم ان هذا الطبيب عاش لمدة ثلاث سنوات مع قبائل الهونزة تخيلوا خلال الثلاث سنوات هذه خلال ثلاث سنوات مع قبيلة عدد افرادها يصل تقريبا الى ثلاثين الف نسمة لم يكتشف الا حالة وحدة يعني ما كلمك عن مرض معين لا من الامراض المنتشرة حول العالم يعني الضغط والسكر وبعيد عنكم السرطان وقرحة المعدة والدودة الزايدة مثلا والشغلات هذه المعروفة على مستوى العالم خلال ثلاث سنوات ما بين ثلاثين الف شخص لم يكتشف الا حالة وحدة بس طوال ثلاث سنوات هذا الامر اللي خلاه يرجع ويدرس الحالة ويعني يكتشف مجموعة اشياء عن طبيعة حياة قبيلة الهونزة هذه بعض المعلومات اللي على ذكرتها لكن فيه وايد معلومات وايد معلومات فيه رحالة عماني او اعتقد انه مصور يجأ الى هذا المكان زار المكان هذا اعتقد انه اسمه سيف بناصر رواحي توقعنا سيف بناصر رواحي بعد ما رجع ألف كتاب عن قبائل الهونزة اسم الكتاب هونزة الشعب المعمر الذي لا يمرض هذا كان عنوان الكتاب وموجود عندنا في السلطنة وموجودة عدة كتب تتكلم عن قبائل الهونزة وموجودة عدة فيديوهات اللي رحالة اكثار زاروا هذا المكان ويعني كتبوا الكثير وصنعوا الكثير من المحتوى عن قبائل الهونزة يقول يقول الشباب شبكتك ماشي 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 صدر صدر يبعز منك حبيب حبيب ترتيب فاخر جميل جميل